مونيريات لتنظر لطرق لطرق كده آخر حدث بهذا حرمت تذكر يا أمو الدفير يا بنتي يا بنتي يا مريالة كوحلي يا شمس أهلا وطلّم الكورة دي أول حاجة حبيبتني فمونية سرعة جاية وبعدين تاني حاجة كدت أغنية لما النسيم لأن حلني أيام الرومانسية أهدهالي أيام الخطوبة أيام الخطوبة ده حقيقي أدالك الأغنية أقلي دي أنا بحيث أنها بتفكرني بي وكان رومانسي قوي كده فأثرت تكرا الأغنية لما النسيم ممكن تأخذ المايك كمان لا أقول نبي والله أشرب بش طب نغني من غير المايك أعلي أقول لك حاجة صوتي صوتي جميل يا ماما يا ماما صوتي وحش جدا لا بالعكس طب بص إحنا هندار عليك أيوة إنتم لغوشوا عليك أقول كده معيكو يعني لما النسيم بيعدي بي لا إنتم عمتوني إيكو كده كاني مطربة وكده لا والله ما عارف أقولها هكسب لك نقول مع بعض يا تاب دي كمال الطويل بالمناسبة لما نسيم آه صح لما نسيم دي كمال الطويل بصنعه بيقول أهات بيقول أهات وعيونك الـ وعيونك الـ وعيونك الـ وعيونك الـ وعيونك الهدية اللي مش عارف إيه بتقول أهات دلوقتي ليه كل أعزيني ليه لما تقوليني بعشاك مصرخش وأم للكون أهات مصرخش وأم للكون أهات لا بس والله لا لا أعتذلك يا مونير والله ممكن نغني له حاجات تانية من الحمز زي يا تاب مش أنت بتحبي ماريالة كوحلي؟ أه طبيعا يا بنت يا أم الماريالة كوحلي يا شمس هلو طلم الكولة لو قلت عنك في الغزة الأولى ممنوع علي ولا مسمحني أنا حب أقول الشعر في الحلوين والحلو أقوله يا حلو في عيونه ولو ابتديت بشفيفك النونه ما يكفنيش فيهم سبع دواوين مرابا مرابا لا وكلام عم صلاح جاهيل إيه دا؟ أنت تخيل أب اللي بيتيتخيه البنته اللي لبسة الماريالة كوحلي ما هو دا قصدي أنه دبض دي يه استغنية وطنية دي عن مصر بس بص هنفضل طول الوقت تحاسس بحاجة فيها طفولة كده وشايف صورة حلوة قوي وكل حاجة انت من الحاجات اللي بتحبها برضه يعني تامر من حافزي أستاذ غب قبلا حاجة طبعا فوضاع يعني فيوقت ما بقوله مثلا فرقة المصريين عارف محمد نوع عارف محمد نوع ده في أفلام ومصرحيات حافصها بالتتابع المشاهد بكل جملة سابق شئ في صغي subscribers هل هي اغنية للمصريين ؟ أَنهو أَنهو أَسْف جدًّا؟ يي او revision ال Definition مسألت السن بيقولوا لما كان أده كان زي الجن فارش كده على كيفه فارس فارد سيفه وشاغي اليوم بالموعي هاجر نوم وبس سعيد دف جميع أنواع الحب واتنقل من قلب القلب عمره ما خاف من بكرة ولا نادم على ذكرى حب الناس و الناس حبه بس في مرة الناس عتبه على إنه مش زي أبوته ربه قال أنا ابن حلال والفرق ما بيني وبين والدي مسألت السن بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن وانا طالع زي ولا بيدي والدم حن ايه الدم الحن السن بيدي أفهمه يعني ها فيه بساطة وفيه عمق في نفس الوقت بانسبي لي احلى شعر لكن المتفزلقين والكلام ده مليش فيه خالص خالص ما يقولش معي احقيقي المسالح جهين طبعا الرباعيات بتعته الفضيعة بس كنت حفظت الأغانية أشرا بتزنوني أشرا لا لا خالص خالص أسان ده انا بفكرني طيب انا عايز افتكر معاكو برضو ايام دايما الواحد ما كانش تدماغه بتبقى مشغولة باي حاجة خالص وقت الدراسة والرحلات بس بيفكر ازاي هيتبسط ازاي يخرج ازاي عمل النهاردة حتى شغلك مسئولية بيتك مسئولية فما بقاش حتة اللي احنا مندفعين ورا احنا اللي اتبسط وخلاص يعني دي فترة الرحلات يا مونة انت برضو جاي على الجامعة جاي على الجامعة وهي رحلة الفايون بس لا ايوا في الجامعة ما روحتش غر رحلة الفايون كنت غلبانة جد لا قبل كده طبعا ايام دراسة كنت بطلع رحلات كتير يعني وتبقى جامدة وكامپنج في يعني ان احنا نعسكر في حتة ونعد بالاسبوع وحاجات كده كان بتبقى تجنن تجنن لأ انا مرة طلعت رحلة وتبهدلت في انا وصحبتي بطريقة فضيئة لان كنا ايه قبل ما روح ادرس امريكا كنا لسه يعني غالبا كنت هنا في مصر السنة اللي عادتها في مصر وروحنا قررنا نطلع رحلة انا وصح بيتي امريكا ونقعد في بيت طلبة هناك بيبقى رخيص جدا وسعره كويس بالنسبة لنا وكل حاجة عشان نتبسط ونتفسح نشوف امريكا يعني فروحنا فعلا عملنا كده وقعدنا في بيت الطلبة ده بس في شروط في بيت الطلبة اولا انك ما ينفعش تقعد مدة طويلة ما ينفعش تدفع مقدم المدة كلها لان عشان تدي فرصة للبقية الناس اللي من البلاد الثانية فكنت تسحى كل يوم احنا بنسحى متأخر شوية فمنلحقش ندفع قبل الساعة 11 فاتستة تخانق معنا فجأة في يوم لقيتها بتفتح انا نايمة فأنا وصح بيتي في قوضة فلاقينا الباب بتفتح علينا جامد جدا بابوس جنبي ملقيتش صاحبتي وست كده دخل عليا خمس دقائق تليني حاقتك وتطلعوا بره المكان ده اما هتطلب البوليس طبعا في انت بصحبتي ايكي اي دونت كير معرفش مليش دعوة خمس دقائق تتلاعي من المكان ده احنا بقى الشوپنج جنوني الشونت اللي احنا جايين بيا اصلا مش مكفية احنا لسه الحاجات في كياسها اللي احنا شاريينه جديد في كيسه لان ما فيش مكن في شونتنا احنا لسه الحاجات ولا شيء وبنت اللي هي بنتها صاحبتي دي فين انا مش عارفة وبقيتة ليه من كياس وحاجتي وشونتي وحاجتها وكياسها وشونتها وفي الاخر تضلت خداع لرسيف قدام البيت مستنية اا مش عارفة روح فين وحوالها كياس باعيام وسلم المنظر مصرية مصرية فى أمريكا وقفة كده وحوالها كياس وشونت مش عارفة روح فين مستنية صاحبتي اشوف عمل ايه؟ هيا بقى جايلي انا اتجارت عربية وبتاع وانزلي انا معناش فلوس دلوقتي تقريبا تخلصنا كل الفلوس احنا مطروضين في المكان في الشارع مش عارفين نعمل اي حاجة وروحتوا فين؟ بص كلمت مامتي وهي كلمت مامتها وملولنا الكريدت كاردز تانية عشان نعرف نعيش اليومين اللي فضلين يعني روحت قتل تاني مثلا؟ روحنا قتل بقى كان اغلى طبعا وماكملناش الشابنج عشان نعرف نقعد في القتل ما قبلكوش مشاكل في اللي هو بيت الطلبة ده؟ لا بالعكس ناس كانوا عاملين دوشة ناس لا ناس كل واحد في حاله بالعكس ناس من كل بلاد العالم جايين في ناس كبار في السن بيبقوا مامبرز في بيوت الطلبة دي بتبقى حاجة فضيعة انت بتدخل تخسل حاجتك كطبقك بتاكل يعني بتتعرف على ناس بجد فضيعة كلهم تامر بالنسبة للألعاب انت كنت غاوي ألعاب؟ بتاعت الأعاد يعني ألعاب أعاد؟ مش الألعاب على القاعد مش الألعاب كورة بقى لا 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 كلام فهي الألعاب وفتيجي نبص على الألعاب الوقوف دي مونة البيبي فوت ده واضح ان انت محتركة انا استاذ البيبي فوت بجد وفي الدفاع أكتر كمان الدفاع؟ او يعني عايزني انا بقى مدفاع بس بما انت استاذ البيبي فوت فأنا وتامر هنبقى قدامك فانت هتدفعوا هجوم لا انت وكدة بت... لا لا انت عرافي لا بتكنت دائم بتعملي كده او انت وتامر ماش لا انا معاك ما تقلقش هيبني معك واحدة مختلفة اوكي ما انا عشان كده ده مين دي بتاعتنا؟ لا احنا الاحمر انت الابيض انت احنا الاحمر ده تعظيم انت تفخين واتعظيم احنا الاحمر انت انت الابيض اوكي يلا جاهزين؟ جاهزين ايه ده؟ يلا يلا جون جون يا تيكو يلا هو اللي خذها هو بالصوت يا بني ايه ده؟ embarحة DA ايه ده؟ يلا ايه كنت اجيب جف ناس ايها؟ هل تلاقش، هل تلاقش؟ مالاش ايها ايها؟ يلا ايها ما انا الان يا تيكو لا تجيب الجون الحقي يا مونة زفاع يلا 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 يولا! كناً يجببون فنفسه الله كد فيك ايوه ايوه اقتلنا بس مش راضية يلا ده كان داخل بودة ايوه انا عارف انا افرحت يلا يلا تفرحش اقوي ما تفرحش اقوي اصدنا الشمال مش شاطئ ده معك رعيب جمج جدا بير ما اتيكو هل دي باليمين مش عارف انا بش ايوه اشرف ايه ما الجدي اقزل عبرك هنا وأنا جئ في جواب من هنا يشيكوال فتور بقول عبرك هنا ولاجئ في جواب من هنا بس متعادلين من تشاطر يا اشرف ايه رعيوكو لا بص الدفاع بتاعي جامد دفاعك مش جامد ولا حاجد ما تم انا مستش الدفاع ايه اشرف انا هنا انا هنا ايه لا 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 المحبور لا معليش والا كده خمسة انا بحيكوا بالروح الرياضية لا 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 انا لازم ارد الجندم علش يالله باش لا انا ازر يالله باش هو عتام الباشر هالزره تاني لعبوا انتو لعبوا انتو انا حاكم انت الحاكم معاك صفارة اه يال طيب اوكي مونة ده نعيل جدا في الحاجات وانا ده نعيلة موت ده انت مش فاهم ده انا مرة فشلت في فيلم بسبب الحاجات فيك كنت عادة بالعب بس اوكي ايوة ده بعضين عنه ومآ هو وانا اه نرقش قره تاني اوكي تسعجني الروحك الرياضية صبعا اوة ماشي شغال ماشي اوكي المجaczego انا اللعب افليا هذه المراق Romans انا من ايش ياصلي اوو في الض يوم الروح دول اتنين بطريقة. لازم ايه بقى. حاول اتقربي من اللي هو اللي في النص. سانا هشرح لكو باس ما حاشير من. طيب. حاول اتقربي من اللي هو في النص. اهو ما فيه دعب عادة اه. ايه اللي هي كل شيء. اوه دوم انا. هاتف الخفاش المتنقل. نحن عزو طيب. انا نساش لفل بتاع دي. لايش. عزو يا بنت. بش يا معلم. الله. بمر واحد. بمر واحد انا قصدنا. انا بس معوجة. مونة اول لعبة كان نفسك تجيلك. ولما جاتلك كانت بالنسبالك دي حدث. ايه اللي عجلة. عجلة. اه. انا بصة اصلي عندي ولدين اخين اكبر مني. اه. فكنت يعني ولد تمام وانا صحيارة. عايشة معاهم. عايشة معاهم تماما. لازم اتعلم عجلة بسرعة عشان نبقى انزل معاهم. لازم معهم عشان نبقى روح معاهم كده يعني. ايه. فالعجل. اول ما جاتلك كان ليها السندات دي طبعا. كان ليها السندات. واول ما شلت السندات خطة 4 غرز في رجلي. واحد. واحد. بس كانت مسائية يعني اه حبة يعني انا بتهايل النهاردة الواحد لما بيتعور بتبقى مشكلة جمدة جدا. واحنا صغارين ما كانتش فارقة. طبعا لان انت ما بتكبر بيزيد الخوف جواك للأسحف يعني. يعني فعلا اللي هي بتقول علي ده ده حقيقي. اه طبعا. احنا كنا مش بنتعور ده احنا كنا بنشلق ده يا معلم. تحق بنا. اه اه. اه 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 و رعا عادت فينا سنة بتحقل نجي. اه 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 ده ما كبر بقى مش. أنا أولا كبير ولا ها. اه اه اه. وأنا صغيرة كنت بقى عادت بالعجلة يعني ش jumbo منء عجلة تام. اول مشور عجلة بردو ده بتاعاب من غير سندات. حلالوه السندات. السندات. ثاندا اه 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 اه. انا بقى ايه في شارع صغيرة كده فمش عايز امشي فوس للشارع علشان ما. العربيات وكده وخطر فابتديت امشي وانا على الجنب كده ومبسوط وابتديت بقى ايه تجيب معايا بقى وشغالة وما تجلي وبتاع في نوري راكن يا معلم بسرعيتي ايوه انا سعيد فانا مبسوط جدا والعجلة بتلف ورجليها ببادل صحي ببص لقيت الوراكن ومفادي انا مفادي النص عشان كده يعني بس انت كنت بتاخدي العجلة تلعبي بيها مثلا فين؟ تحت فين كونباوين دي امالي بتتكلم في ايه؟ تتكلم في ايه؟ برا يعني برس با... برا؟ برا فيه كونباوين؟ بكونباوين طبعا ايه لكن عندنا كونباوين برضو كده هو؟ ما بين الشرعين اللي هو شرعنا والشرعين اللي ورانا ما تروح شي برا كونباوين هاه ها ها فوا يا أشرف إصلاح بقت لقري sacrifice انا في كونباوين دي ها 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 هه ه хозя piques إنت مش هتسيبüyor بايcast نا بس مرضو إحساس لطيف إحساس Brent 69 tombs انت تردن الليدي تلعب بالعجلة؟ في النادي بقى في النادي طبعا بيبقى فيه امان يعني اكيد اه فعلا النهاردة حتى الشارع اختلف تماما يعني احنا شارعنا اللي احنا لانت ولدت وتربيت فيه بجد كان اما كل ثلاث اربع ساعات تعد عربية ده حدث يعني فكان فيه امان ان احنا بنلعب النهاردة بجد مفيش الحكاية دي يعني الاولاد محرومين اللي عبوا في الكمباوند مفيش الحكاية ما شفوش طفولة شفوش طفولة زينا لا انا جدت فيزبا فيزبا مؤخرا؟ من شهرين كده كلمي جد؟ فيزبا ولا موتسيكل؟ لا فيزبا فيزبا هي فيزبا وحلمي موتسيكل اه 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 انا عارف ان حلمي عنده موتسيكله وانا بقى جدت فيزبا بتبقى متزنة اكتر مسلا من الموتسيكل اسهل اكيده اخف من الموتسيكل بكتير وبعدين بتخفى بقى تماما والبس الهلمت والجاكت حلمي. تمام وانزل وبالناس بتهرشني وأنا بلف الملفات ليه؟ الملفات صعبة فابتدي اعمل اه 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 وانا بلف وانا بلف ببتدوا الناس يبصوا ان ايه اللي ركب فيزبا ويصور هم شايفين ولد؟ ولد كماما يعني لا يمكن تشوك في الموضوع ده مونا زاكي كمان لا محدش بيكتشف يعني هم كبيري الصويتة دي وبلحق نفسي يا لامل من نفسك عشان ايه محدش ياخد بالك بس فيها متعة يا مونا جدا هوا كده نفسي احساس العجلة يعني يجنن انك تبقى سيء كده حر جدا والهوا عمال يخبط فيك يجنن يعني هو حلمي وشريف مونير ومالله انت اتطلعوا في دماغة الحكاية دي بص بتتحرك في ثواني فرق فضية في الزحمة يعني فعلا الواحد ينزل المهانسين ولا وسط البلد ولا بتاعدي فيها ساعة ونوص لكن بين العربيات تمام مفيش مشاكل وبعدين على فكرة مراكش هي بلد عربية واسلامية والستات بيبقوا بالحجاب وغير حجاب وماشيين يا اما بعجل يا اما بفزبا وشارع فاضية لا فكرة العجل دي على فكرة يعني هنا يمكن حتى اللي بيركابه عجل اللي هو ايه بتاع اللبن راكب عجل بتاع مش عارف ايه راكب عجل فمتجين صورة للعجلة ان دي حاجة بالعكس دي هي كرياضة انا بستمتع جدا من العجل؟ انا فترة سنوي جبت عجلة يعني من اول اول اعداد بس بيقولك حاجة بجد يا مونة كنت بطلع اسكندرية بها؟ بطلع بالعجلة حاجة لسبق ها؟